موسيقى محوري سواء إقليميا أو دوليا مع ضفنا الدكتور علي درويش أستاذ الأدب السياسي صباح الخير على حضرتك برأيك كيف استعدت الدولة المصرية دورها في قضايا كثير على الصعيد الإقليمي وأيضا الصعيد الدولي الدولة المصرية عازمة على استعادة دورها واعتلاء قمة الخارطة الدولية خاصة بعد التراجع الملحوظ بعد 2011 ولا أدل على ذلك من قول الرئيس السيسي أننا نقيم علاقتنا الدولية بثوابت راسخة ومستقرة مع الجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي والحقيقة هذا ليس مجرد تصريح سياسي هذا مجرد تأصيل لما ينبغي أن يكون عليه التواصل الدولي الخارجي وفي شيء جدير بالذكر أن مصر اتخذت خاصية الردع العسكري كأساس من أسس عملية التحصين وعملية التمدد والتوسع الاستراتيجي لكن مع ذلك مصر بتحيد الآلة العسكرية في كل علاقاتها وفي كل اتصالاتها والدليل على ذلك الموقف المصري الإثيوبي لأن مصر حريصة على تجانس القارة الإفريقية والحفاظ على الجسد الأفريقي من أن تنهشه سرطان الصراعات والحروب الرئيس السيسي في تحركاته الخارجية هو الحقيقة مدعوم باستفاف شعبي وبحشد جماهيري كبير وبذلك أصبح تماسك الجبهة الداخلية رقما ثابتا في السياسة الخارجية وعزم الرئيس السيسي على ذلك ورؤيته المستقبلية وثقته في الشعب المصري الذي يحول كل تحدي إلى فرصة حقيقية ومن هنا كان عملية التمدد الدولي وأن المجتمع الدولي نفسه هو الذي زحف إلى مصر وطالب بالعودة المصرية لاستقرار الأمن في المنطقة وفي الشرق الأوسط ككل خلينا نأخذ أمثلة على ما تقول هنقول إيه عندنا في قرة أفريقيا الحقيقة مصر يعني مارست دور كبير منذ رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 وده يعني تأخر قليلا لأنه كان آخر رئاسة للاتحاد الأفريقي كان في 2002 وكان في بعض المبادرات منها أن مصر أطلقت مبادرة علاج 100 مليون أفريقي من فيروس سي وده ضمن المبادرة المصرية مبادرة 100 مليون صحة على هامش بالضبط 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي على هامش المنتدى الذي عقد فيه أسوان عام 2019 مضافا إلى ذلك تقديم 30 مليون جرعة لقاح 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 ضد فيروس كورونا وتدريب الأطباء الأفارقة وتقديم المعونات الصحية والدوائية عندنا كمان الزيارات اللي قام بيها الرئيس السيسي إلى كل من غينيا وكودفوار والسنغال والحقيقة أن الزيارة لغينيا ديت بتأتي بعد انقطاع دام حوالي 54 سنة ودي فجوة كبيرة جدا كان آخر زيارة كان قام بيها الرئيس عبد الناصر سنة 54 والرئيس الغيني نفسه استقبل ده بحفاوة كبيرة لا تقل عن الحفاوة الذي كان يلقاها الرئيس عبد الناصر عندنا برضو السنغال والكلام ده طبعا ردده الرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الكودفواري الحسن وطارة اللي بيلعب دور كبير ورائد في أجندة أفريقيا 2063 والحقيقة إن اختيار الدول التلاتة دول ما هوش من فرار الدول دي بتحتل مساحة كبيرة في التعداد السكاني بالإضافة إن هي لها دور تاريخي وسياسي وثقافي كبير في غرب إفريقيا الشيء الآخر إن هي مساحتها بتتعدى 770 ألف كيلو متر مربع فهنا مصر بتنينب في حضور إفريقي وحضور مصري في النطاق ده الجانب الآخر على مستوى النقل وده اللي يعني صرح به السيد كامل الوزير مؤخرا طريق كيبتاون اللي هو بطول 11 ألف كيلو متر وبيمر من 9 دول أفريقية ولكن أنت تخيل بقى حجم النفوذ المصري الأمريكي طب القمم الدولية اللي تكلمت فيها مصر بناء عن القرى الأفريقية بداية من الجوالات الرئيس المصري يعني معقدها سواء في اليابان أو في موسكو أو في الصين أو في برلين متحدثا عن التعداد أفريقي وانتهاءا بقمة المناخ اللي برضو هيتحدث فيها بلسان القرى السمراء نعم هو الرئيس السيسي يعني هو بالضبط دلوقتي نقدر نقول هو الواجهة الإعلامية للاتحاد الأفريقي ككل وهو القادر على إيصال الصوت الأفريقي للمجتمع الدولي وده اللي عبر عنه الرئيس السنغالي لما قال إن أفريقيا في أمس الحاجة إلى زعيم يحمل هموم التقرة على أكتافه وهم رحبوا بالعودة المصرية وفي حصات تاريخي بيحمي الحضور المصري من الانطفاء أو الانزواء وده اللي بيلقي على عاتق الدولة المصرية والدبلوماسية المصرية عبء كبير في تكبد المشاق والمعاناة لإيصال الصوت الأفريقي لكل أقطار العالم صحيح ويمكن مصر في كل المحافل الدولية بتتحدث بلسان بالزب أفريقي عايزة روح مع حضرتك للملف العربي والعلاقات العربية العربية اللي حيب تشهد فترة يعني من أقوى فتراتها ومسألة توحيد الصف العربي وتوحيد القرار العربي والعوائد الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لهذا هي طبعا يعني عملية الشقاق العربي اللي كان حصل في أواخر السبعينيات والعودة المصرية لجمعة الدول العربية وبعد كده طبعا يعني عملية الانقسامات اللي حصلت بعد أحداث الربيع العربي مصر جاهدت في توحيد الصف العربي وخلق القرار المشترك وعملية الاستفاف والانسجام والتناغم بين كل الدول العربية بصرف النظر عن الانتماءات والأطياف والمعتقدات وده طبعا حتى شفنا العودة القطرية إلى مصر لأن قطر أصبحت يعني رأت نفسها أنها منبوذة من دول الخليج ومن مصر ومن دول المشرق العربي فرأت في مصر حجر الزاوية وشفنا الزيارة القطرية الأخيرة الدور المصر هل ده ظهر في قمة جدى الأمن والتنمية؟ طبعا طبعا حالة الاستفافة العربية بشكل قوي وشكل فارق ومفصلي والحقيقة أن مصر كانت صاحبة الدور الرائد والرئيس السيسي بإشادة أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أسنى على الدولة المصرية وقال أن الرئيس السيسي مؤهل للقيادة ونحن في حوار وتواصل مستمر معه للحفاظ على أمن واستقرار ويمكن كمان جاءت مؤخرا على تويتر الإشادة بمسألة الهدنة في غزة والتهديئة في غزة بالدور المصري هناك من قبل الرئيس الأمريكي جو بايد من قبل الرئيس الأمريكي ومن قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي لأن الحقيقة أن الدولة المصرية لا تفرق في تحركاتها السياسية هي حريصة على حقن الدماء الإنسان لأن إذا إحنا توجهنا توجه عربي إفريقي إسلامي ففي النهاية إحنا بيحكمنا قواعد القانون الدولي والشرعية والشرعية الدولية والقرارات الأممية اللي بتحفظ على الكيان الإنساني السلامة واستقرار الدور المصر في الملف الفلسطيني ربما يعني من أول تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية اللي كان أول مقرر لنا في القاهرة والزعيم جمال عبد الناصر هو اللي يعني استضافها على أرضه وانتهاءا بلعبها دور دبلوماسي مهم جدا في حقر لمائل الفلسطينيين نعم كيف ترى هذا الدور دبلوماسيا وتأثيره على الإقليم مصر هي الدولة الوحيدة التي قدمت للقضية الفلسطينية ما لم تقدمه أي دولة في العالم وتكبدت في ذلك مزيد من الشهداء وحالة التدهور الاقتصادي اللي حصل لمصر في فترة الستينيات والسبعينيات والحروب التي خاضتها مصر كلها كانت حروب بسبب الأزمة الفلسطينية على الرغم من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإخراج مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي لكن مصر تفضل أن تعاني دون أن تفرط في ثوابتها القومية والإنسانية لذلك كانت هي يعني الدولة الدائمة في عملية المساندة الفلسطينية والمطالبة بالحق الفلسطيني والرجوع إلى الحدود الدولية ما قبل سبعة وستين وإنفاذ قرار مجلس الأمن رقم مئتين اتنين واربعين لسنة سبعة وستين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقي صحيح طيب عايزة نروح مع حضرتك لما سألت التعاون التجاري يعني مردود هذا التعاون التجاري ما بين الدولة المصرية على المستوى الأفريقي وعلى مستوى الدول العربية كمان ويمكن كان هناك لقاء أخوي في العالمين ما بيننا سيد رئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الزعماء العرب مردود ده على الشعوب العربية والشعوب الأفريقية هو التعاون الاقتصادي الحقيقة احنا يعني في تحركاتنا الخارجية ما عندناش أي فوارق بالعكس احنا بننظر إلى مصالحنا وأهدفنا الاقتصادية والاستثمارية العليا ومصر يعني سعت إلى جعل المنطقة الأفريقية منطقة جاذبة للاستثمار وفيه حاجة جميلة قوي اللي هي السوق الأفريقية الموحدة وهدفها إلغاء التعريفة الجمركية وخلق منطقة جاذبة للاستثمار العالمي لمحاربة الفقر والمجاعات في إفريقيا وعلى غرار ذلك في المنطقة العربية وفي الدول العربية وإحنا الحمد لله يعني علاقتنا بدول الخليج علاقات قوية وعلاقات متجذرة في التاريخ ودول الخليج نفسها يعني في حالة يعني من حالة وجدانية بتداعبها اكتجاه الاتجاه الدولة المصرية وتجاه القيادات المصرية كلها ما عدا الفترة اللي هي من 2011 حتى 2013 كان شهدت حالة من التباعد وحالة من النفور إلى أن جاء طبعا الرئيس السيسي وأحدث التقارب المصري العربي الإفريقي بل والدولي ككل زي بتشوف العلاقات المصرية الأوروبية اللي ربما بدأت متوترة وانتهت الآن بحالة من الحفاوة الشديدة جدا من القادة الأوروبيين ازاي استطاعت مصر تغيير وجهة نظر القادة الأوروبيين في القاهرة ازاي عرفنا احنا نعمل هذا الأمر والقادة السياسية قدرت العلاقات توترت من بعد 2013 والدبلوماسية المصرية لم تترك الأمر بل ان الرئيس السيسي استدعى السفراء الأوروبيين لمناقشتهم واستضاح الأمر وعمد الى تصحيح الموقف واحنا عندنا حتى في فرنسا في تسع زيارات قام بها الرئيس السيسي لفرنسا وشفت حالة الهارموني ما بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإحنا عندنا هنا في الجالية الفرنسية 5282 فرنسي وفي فرنسا 15 ألف وافد مصري فالتبادل ما بين العلاقات التجارية والثقافية فعال وموجود حتى في حالات اللي حصل فيها التوتر لكن يعني ضلوع الإرهاب الدولي وإنه امتد إلى الدول الأوروبية هي استشعرت قيمة الخطر الإرهابي الذي حذرت منه القيادة المصرية يعني على امتداد سنوات عدة وشوفنا طبعا يعني ضربات التخربية اللي حصلت في فرنسا وعلى إثر ذلك اتخذت فرنسا مواقف أمنية متشددة وإحنا ما عملناش كده حتى مع يعني يعني تلعو الإرهاب في مصر وضلوع حركات عربية ودولية وداعش في سيناء وتوطينهم لسيناء مصر اتخذت كل التدابير الوقائية والقانونية والاستراتيجية لمكافحة الإرهاب بل إنها أعملت كل قواعد الاشتباك المعمول بها دوليا في مكافحة الإرهاب وتقديم المطلوبين جنائيا للمحاكمات المختصة والإفراج عن المشتبه بهم بعد مراجعة مواقفهم الأمنية يمكن كمان مصري يمكن كم بتشتغل في نفس الوقت بالتوازي على الناحية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي ما بين دول أوروبية زي ألمانيا وحجم التبادل التجاري ما بين مصر وألمانيا شركات عديدة شركات عديدة ألمانية تعمل في السوق المصري طبعا في مجال النقل والشراكة الألمانية موجودة حتى في محور قناة السويس وفي العاصمة الإدارية الجديدة والحركة التجارية بتسير بالتوازي فيما يخص الدولة الفرنسية والدولة الألمانية وهم بيعملوا مع مصر جنبا إلى جنب عندنا طبعا العلاقات الأمريكية المصرية وده بتشكل المحور في العلاقات الخارجية المصرية والحقيقة هي بتشهد عاملة زي الترمومتري كده يعني بتشهد حالة من المد وحالة من الجز وأنا بالمناسبة يعني المشاهد هيندهش لما يعرف أن أول تعاون مصري أمريكي كان في عهد محمد علي في سنة 1824 كانوا طلبين قرد تقريبا أو حاجة نعم كان فيه طلب لقرد أو حاجة زي كده محمد علي استعان بخبير أمريكي لتطوير زراعة الأرطن وحصل اتفاقية ما بين الدولة العثمانية والولايات المتحدة للسماح للولايات المتحدة بإنشاء قنصريات داخل الدولة العثمانية وده بينسحب بالأمر على كل الأقاليم لأن أي اتفاقية بتطبق بشكل مباشر على كل الأقاليم وكان أول قنصل في مصر اللي هو كان اسمه جون تم توطينه في الإسكندرية سنة 1832 وصدر بذلك قرار للقنصلية الأمريكية في الإسكندرية سنة 1835 ومصر كانت بتحتفل في شهر أربع اللي فات مع أمريكا بمرور مئة سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية الأمريكية كيف تقرأ هذه العلاقات الدبلوماسية الأمريكية الآن وتغير نظرة الإدارة الأمريكية للدور المصري على المصالح الإقليمي وأيضا على المستوى العالم هي علاقات قائمة على التكامل والتساند ويعني العملية أن الدولة المصرية هي بالضبط التي تحافظ على المصالح والمكتسبات الأمريكية في المنطقة لأن عملية تهميش أو إقصاء الدولة المصرية هو بيسبب حالة من الإنزعاج وحالة من التوتر للدولة الأمريكية لذلك كان حرص الرئيس جو بايدن على إفساح المجال بالكلية لمصر في ممارسة دورها ومزاولة بث إشعاعها الدبلوماسي والسياسي في كل أقطار المنطقة مش كده وبس ده بالعكس ده الرئيس بايدن تعهد بإنجاح مؤتمر مصر للمناخ وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بإنجاح المؤتمر وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة أيضا بتقديم كل المساعدات الخاصة بالأمن الغذائي لمصر خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية اللي وقفت منها مصر موقف محايد ولم تنجرف إلى أي طيار لإفساد العلاقة مع أي دولة من الدول طيب وبناء عليه لو أنا عايز أقول كيف تستفيد مصر من هذا الزخم الإقليمي والعربي والإفريقي والدولي من أجل بناء الجمهورية الجديدة في نقاط محددة تقول إيه يا دكتور استفدت مصر منه بالفعل في عقد اتفاقيات سياسية وعسكرية واقتصادية ومردود داعا الدخل القومي المصري ومردود على الميزانية ومردود على يعني عندنا القوة النعمة المصرية الحقيقة بتشكل دور كبير ومصر بتحشد كل أطيافها العلمية والدبلوماسية والفنية لممارسة دورها في الخارج فبالفعل مصر مستفيدة حتى ده يعني بموقعها الجو سياسي وموقعها الاستراتيجي وموقعها اللوجستي وده له مردود على البنية الفكرية المصرية والبنية الاقتصادية بشكل عام يمكن حتى تعامل الدولة المصرية بجدية وبنزاهة وبشغفية في كل الملفات مع تبني سياسة الحياة الإيجابية فرقت كتير في دور الدولة المصرية على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى العالمي واستعدت مصر دورها الإقليمي والدولي في الفترة الأخيرة شكرا جزيلا دكتور علي درويش أستاذ الأدب السياسي نورتنا في صباح الخياد شكرا صباح الخياد